موسيقى خلال استقباله وزير خارجية ايران الرئيس سيسي واكد وعلى موقف مصر الداعي لوقف التصعيد وعدم توسع دائرة الصراعي بالمنطقة الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم جباليا المحاصر باستهداف مدرسة تؤوي نازحين وعدد ضحايا العدوان يتجاوز 140 ألف شهيد ومصاب الاحتلال يشن غارات على عدد من بلدات الجنوب اللبناني وحزب الله يستهدف تجمعات للقوات وقواعد عسكرية في شمال إسرائيل التسعة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري فمرحبا بكم موسيقى استقبل الرئيس عبدالفتح السيسي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خسيمانويل الباريسة حيث ثمن رئيس السيسي الموقفة الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كما استقبل رئيس عبدالفتح السيسي وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي حيث أكد رئيس السيسي الموقفة المصرية الداعي لعدم توسع دائرة الصراع بالمنطقة وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي السيد خسيمانويل الباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني والوفد المرافق له وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالإضافة إلى سفير إسبانيا بالقاهرة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها حيث ثمن السيد رئيس المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وهو ما ينعكس في التنصيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة ومن جانبه نقل الوزير الإسباني للسيد الرئيس تحيات وتقدير رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشاز وأشار إلى تأييد ودعم إسبانيا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية مؤكدا محورية الدور الذي تقوم به المصر إقليميا لوقف توسع دائرة الصراع ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التوافق على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية ويفتح الطريقة نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين كما تناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى أفاق أرحب لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية حيث أكد الجانب الإسباني في هذا الصياق حرصه على تعزيز مشاركته في عملية التنمية التي تشهدها مصر من خلال دور الشركات الإسبانية في العديد من القطاعات ومن بينها التصنيع والزراعة والنقل وذلك بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والإسباني الصديقين كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج وقد ركز اللقاء على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الداعي لعدم توسع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تدعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة وأكد السيد الرئيس في هذا الصياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين من جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة مشيدا بالدور المصري في هذا الصدد على جميع المسارات كما نقل وزير خارجية إيران تحيات وتقدير الرئيس مسعود بزشكيان للسيد الرئيس وهو ما ثمنه السيد الرئيس وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف أفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضرورة التعامل بحذر في هذه المرحلة الدقيقة والمنعطف الخطير الذي تمر به المنطقة وخلال اللقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي شدد عبد العاطي على أهمية تجنب استدراج الأقليم إلى مواجهة كارثية قد تؤدي إلى حرب إقليمية واسعة ذات عواقب مدمرة لكافة أطرافها ولن تكون أي دولة بالأقليم بمنعا عن تداعياتها مؤكدا على الضرورة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطع غزة وتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في الوصول لهذا الهدف كما شدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل المساس بالسيدة اللبنانية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية وعلى الملكية الوطنية اللبنانية في ملف الشغور الرئاسية مشددا على أن القرارات ذات الصلاة بهذا الموضوع لابد أن تتم في إطار التوافق اللبناني دون إملاءات خارجية ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية العلاقات المصرية الأفريقية وما تمثله من أولوية في السياسة الخارجية المصرية مشيرا إلى زيارات وتحركات الدبلوماسية المصرية على مستوى القرى وفي هذا الإطار أكد مدبولي على ضرورة متابعة ما يتم الاتفاق عليه مع الدول الأفريقية الشقيقة من مشروعات تلبي طموحاتها في التنمية الشاملة كما وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالمشروعات التنموية التي تحتل أولوية للأشقاء الأفارقة بحيث يمكن متابعتها والعمل على تنفيذها كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء الأولوية القصوى التي توليها الحكومة للعمل على انتهاء المرحلة الأولى للمشروع في التوقيت المحدد خلال شهر مايو القادم بحجم 1500 ميجاوات منوها إلى أنه فور الانتهاء من المرحلة الأولى سيتم البدء في المرحلة الثانية بحجم 1500 ميجاوات أخرى أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بتنفيذي وجذبي المزيد من الاستثمرات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وصولا لتحقيق المستهدفات المرجوة في هذا الشأن جاء ذلك خلال لقائه بوفد شركة أو إحدى الشركات العالمية حيث أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم من إتاحته من حوافز وتيسيرات من شأنها أن تسهم في التوسع في إقامة المزيد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والجديدة كما أكد مدبولي أنه يتابع تنفيذ المشروعات التي تم توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بشأنها مع عدد من الشركات الكبرى خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة سويس وليد جمال الدين وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج عمل الهيئة والمشروعات التي يتم تنفيذها وعدد من ملفات العمل واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي تمنعه الدولة للمنطقة الاقتصادية لقناة سويس وذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لدعم قطع الصنعة باعتبره أحد القطعات الواعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري كما أكد مدبولي اهتمام الحكومة بالتخذ الإجراءات والقطوات التنفيذية التي من شأنها دعم الاتجاه لتوطين عدد من الصنعات شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية وجود تنصيق على مستوى الجهات المعنية لوضع منظومة ناجحة تسهم في خفض معدلات الفقر وتحقيق مستأدفات التنمية جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين لمناقشة وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر كما أكد رئيس الوزراء على أهمية وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر لسيمة في ضوء وجود تجارب دولية ناجحة من جهتها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول الرقمي والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية على المستويات كفة أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجراءات الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بسرة كبيرة وخلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية أشار مدبولي إلى حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي في إطار الأولوية التي تمنعها الدولة لقطاع الصحة مؤكدا أهمية المتابعة الحفيثة لجهود توفير الدواء في السوق المصرية استقبل الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزير الداخلية محمود توفيق على رأس وفد من قيدات الداخلية ذلك لتقديم التهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر وبحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة استقبل الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكر الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن التاريخ السادس من أكتوبر استقر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزا متجددا لبطولات القوات المسلحة الباسلة التي خاضت أشرس المعارك محققة العبور العظيم والانتصار الممزوج بالعزة والشموخ ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء من أجل أن تبقى راية الوطن عالية قفاقة كما وجهت تهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباط وضباط صف وجنود بمناسبة تلك الذكرة الوطنية المجيدة من جانبه أكد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة والشرطة هما صمام الأمن والأمان لدعم ركائز الأمن القومي المصري مقدمين كافة الجهود والتضحيات للوفاء بالمهام الوطنية المقدسة التي يحملون أمانتها للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بما يصهم في استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية بكافة ربوعها في شتى المجالات وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة كما قدم الفريق أول عبد المجيد سقر درع القوات المسلحة لوزير الداخلية دعت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل إلى إجراء تحقيق بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية في الحرب على قطاع غزة ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلور التقرير بأنه مقلق إلى حد كبير مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر على الإطلاق للجيش لاستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الإنساني الدولي كانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن 11 وحدة عسكرية إسرائيلية على الأقل في خمس مدن في غزة أكبرت مدنيين فلسطينيين على القيام بمهام مثل البحث عن المتفجرات أو استكشاف أنفاق من الداخل لحماية الجنود من أي أذى أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبية جوزيف بوريل أن ما يحدث في الشرق الأوسط كارثة وأزمة إنسانية كبيرة وأشار بوريل إلى أن الأمم المتحدة تتعرض لهجوم من إسرائيل على كل الجبهات وأعرب أيضا عن أمله أن يندد مجلس الاتحاد الأوروبي بالهجمات الإسرائيلية على قوات يونيفيل العاملة بجنوب لبنائنا أغلب الإسرائيلة المتحدة تتعرض لهجوم من إسرائيل قانسل رسولوشن 1701 قال الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلانسكي إن كوريا الشمالية تمد روسيا بالقضائف والمعدات مشيرا إلى أن هناك إشارات على تورط الصين أيضا في مساعدة روسيا لإطالة أمد الحربي في أوكرانيا وطلب الرئيس الأوكراني أمام اجتماع لقضة الاتحاد الأوروبي دول التكتل بتقديم المساعدة لإنهاء الحربي في مواعد لا يتجاوز العام المقبل أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي مارك روتا أن حلفاء ناتو قد قدموا 20.9 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال النصف الأول من العام الحالي أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي أن الحلفاء بحاجة إلى التحرك أكثر وأسرع لمواجهة التهديدات مشيرا إلى أن هذا يتطلب المزيد من القوات والقدرات والاستثمار لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها قطاطنا الدفاعية كما شدد على أهمية القدرة الصناعية الدفاعية الموسعة وسلاسل التوريد الأكثر قوة وتقنيات الجديدة باعتبارها ضرورية لضمان بقاء التحالف مرينا في جميع المجالات أعلنت أستراليا أنها ستسلم أوكرانيا 49 دبابة قتالية قديمة من تراز إبرامز الأمريكية وصرح وزير الدفاع الأسترالية بات كورواي في بيان نشرته وزارة الدفاع على موقعها الإلكترونية قبيل اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل أنهم يقفون إلى جانب أوكرانيا في معركتها ضد العملية العسكرية الروسية وأن الرئيس الأوكراني بولدمير زينيسكي قد رحب بهذه المبادرة على شبكة إكس وأعرب عن امتنانه إلى أستراليا حسب ما أوردت هيئة الإذاعة الأسترالية أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصل إلى برلين الجمعة في زيارة تتمحور حول أوكرانيا سيلتقي خلالها المستشار الألماني أولف شولتس ورئيس الفرنسي إيمانويل مكرو ورئيس الوزراء البريطاني كيري ستورمر أوضحت رئيسة الأمريكية أن هذه الزيارة التي ستستمر يوما واحدا سيتخللها أيضا لقاء سنائي بين بايدن وشولتس وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي أعلن فيه بايدن عن مساعدات أمريكية جديدة بقيمة 425 مليون دولار لأوكرانيا وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظره الأوكراني بلودمير زيلانسكي وقعت المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون قضائيا مشترك مع المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية تضمن البروتوكول الذي وقعه رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فهمي إسكندر ونظره المغربي المستشار محمد أمين من عبد الله تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين جاء ذلك خلال أزيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة وخلال اللقاء تم تبادل الرؤى ووجهة النظر بشأن المبادئ الدستورية في كل البلدين واستعراض الأحكام الصادرة من كل المحكمتين في القضايا المتشابهة ويأتي ذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية وما تليه مصر والمغرب من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستورية اختتمت فعليات أسبوع القاهرة السابع للمياه والذي انطلق الأحد الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة إقليمية ودولية واسعة حيث شارك في الفعليات 24 ألف ومئة مشارك فضلا عن مئة عارض وتضمنت الفعالية 24 مصابقة تحت شعار المياه والمناخ بناء مجتمعات مرنة اختتمت فعالية أسبوع القاهرة السابع للمياه الذي جمع على مدار أيامه الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية للمؤتمر وعرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجالات المياه والتركيز على محور المياه والتغيرات المناخية وسط تعاون إقليمي ودولي دور الحملة هو توعية المواطنين داخل مصر أما ما هو خارج مصر فمؤسسات الدولة تعييه تماما وكل مؤسسات الدولة تعمل عليه في تواصل مستمر شبه يوم أثبتت موجود أسبوع القاهرة في المياه كأكبر حدث للمياه إقليميا ومن أكبر أحداث المياه دوليا وبيؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لنقل الخبرات في مجال الإدارة المتكاملة الموارد المائية وفي ختام الفعاليات أطلقت وزارة الموارد المائية والري حملة قومية للحفاظ على المياه تحت عنوان على الأد بهدف توعية المواطنين بتحديات المياه والتغيرات المناخية بالتعاون مع المؤسسات الدينية والإعلامية والإذاعة المصرية حملة لها أنشطة متعددة مع الإذاعة المصرية مع التلفزيون مع القنوات الفضائية مع وزارات الزراعة لأنه يهمنا الجانب الزراعي في الحملة بيهمنا الإسكان ومياه الشر بيهمنا التلوث اللي بيحدث المياه وبيعوق على كامل الاستفادة منها فمعانا وزارات الثقافة وعلى هامش الأسبوع أقيم معرض كان منصة إسثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة بهدف تسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في قطاعات المياه ومجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة وهو ما كان فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات أحمد الحسيني التلفزيون المصرية ترجمة نانسي قنقر في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان أعلنت وزارة والصحة أنه تم تقديم 122.598.700 خدمة طبية ذلك من خلال حملة 100 يوم صحة وأوضحت الصحة أن الحملة قدمت أمس 1.975.919 خدمة مضيفة أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة فإن حملة 100 يوم صحة قدمت 593.947 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة سلم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو حاكم شارق سلطان بن محمد القاصمي ميدالية جائزة أنيل للمبدعين العرب والتي أعلن عنها في مايو الماضي أعقب تصويت المجلس الأعلى للثقافة والتي تعد أرفع وأهم الجوائز الثقافية المصرية وذلك ضمن زيارته الرسمية لإمارات الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وأكد وزير الثقافة أن منح الدكتور سلطان بن محمد القاصمي الجائزة هو تكريم مستحق لشخصية أثرت بشكل إيجابي وكبير على الثقافة العربية ويعكس التقدير الكبير لإسهاماته القيمة في هذا المجال مشيرا إلى أنه يعد واحدا من أبرز الشخصيات التي أسهمت بشكل بارز في تعزيز الثقافة العربية أعلنت الهيئة القومية لسكة حديد مصر أنه أثناء مرور قطار سهارج فورغ خط الوحات أتبين بالقرب من مزلقان المريطية فوجئ قائد القطار بلودر تابع لإحدى الشركات يعبر السكة من مكان غير معد للعبور وقد أكدت الهيئة أن السائق فر هاربا تاركا المركبة على شريط السكة الحديدية ما تسبب في استضامة الجرار الأمامي للقطار بلودر وأصفر الحادث عن خروج ستة عربات وسقوط باقي العربات عن السكة مؤكدة أنه تم الدفع بالأوناش لإعادة العربات على السكة وأشرت الهيئة إلى أن الحادث غير مؤثر على انتظام الحركة هاركت القطارات على خطوط شبكة السكة الحديدية أما الآن موعدنا والوقفة الاقتصادية بنصرة التاسعة مع محمد عبد الله إليك محمد شكرا دينا وشكرا حكمة إلى أخباء الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا أهلا بكم أكد الأمين العام بلجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت ضرورة أن يتجاوز التعاون الاقتصادي العربي التركي نطاق التباود الأتجاري إلى آفاق أرحب تصب في صالح مأسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين وقال أبو الغيت في كلمتي خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى الاقتصادية العربية التركية في اسطنبول أن المنتدى يمثل منصة فريدة للحوار تجمع بين السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك وقع مركز معلومات مجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع جماعة الدول العربية في مجالات التوفيق الاستراتيجي والتحول الرقمي جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة يوم الوثيقة العربية بمقار الأمانة العامة لجماعة الدول العربية وينفذ المركز مشروعا طموحا تحت عنوان توثيق ذاكرة جماعة الدول العربية ويوفق تاريخ الدول العربية في علاقاتها بجماعة الدول العربية الذي يعد تاريخا حافلا في مصار الأمة العربية بكل ما حمله من تحديات وازمات ومعاقفة تشكل جزءا من هوية وتاريخ الأمة العربية كما يهدف المشروع إلى توثيق الممركن لمسيرة العمل العربي المشترك منذ بلورة فكرة التأسيس في عام 1942 قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزية عند 27.4 نقطة مقاوية و28.4 نقطة مقاوية في المئة في المئة و27.75 في المئة على الترتيب قام قررت لجنة الإبقاء على سعر الاعتمال والخصم عند 27.75 في المئة ويأتي هذا القرار إنعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسية النقدية استقبل وزير البترول وفروة المعدنية كريم بدوي رئيسة شركة شيل مصر والرئيس التنفيذي لشركة بيتروناس الماليزية في مصر تم خلال اللقاء بحثوا أنشطة الشركتين في مصر خلال الفترة الحالية وخطوة تنمية المرحلة العاشرة لإنتاج الغاز من مشروع غرب الدلتة العميقة بالبحر المتوسط ومتابعة إجراءات مشروع تنمية المرحلة الحادية عشرة بالمنطقة نفسها وأكد بدوي خلال اللقاء أن قطاع البترول يعمل على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للغاز ونقطة انطلاق لغاز شرق المتوسط مشيرا إلى تقديم كل السبل الدعم والمساندة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر لأداء أعمالها صراحة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بأن الاتحاد الأوروبي يعد الشركة التجارية الأول لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع الاتحاد خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو بما يمثل نحو 27% من تجارة مصر الخارجية وخلال لقائه المفوض الأوروبي للتجارة لبحث يصبح لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي أكد الخطيب أن مذكرة التفاهم الموقع بين الرئيس السيسي ورئيسة المفاوضية الأوروبية نتج عنها ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الاستراتيجي وتقديم الجانب الأوروبي لحزمة دعم مالي واستثماري إلى مصر وأكد الخطيب أن مصر أكبر المقاصد الإفريقية الجاذبة للاستثمار عام 2023 ولمدة عامين متتاليين وفقا للأنكتاد في أسواق البترول العالمية ارتفت أسعار النفط خلال التعاملات نتيجة لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدار الجلستين الماضيتين وذلك بعد أن أثرت بياناتهم في قطاع النفط انخفاضا غير متوقع في مغزونات الخام الأمريكي الأسبوع البعض وارتفعت العقود الأجلة لخام برينتي بنسبة 6 من 10% إلى 74 دولار و 67 سنة للبرميل وصعد خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 6 من 10% ليصل إلى 70 دولار و 84 سنة للبرميل أيضا ارتفعت أسعار المزودة عالميا بنسبة 15% لتصل إلى 2.19 سنة للتر وزادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% لتبلغ 2.44 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلنت الصين عن زيادة القروض المتاحة للسوق العقارية المأزومة وذلك بحلول نهاية السنة الحالية فضلا عن مساعدة لطار ميمي مليون مسكن متداعن وصرح وزير الإسكان الصيني ني هونغ خلال مؤتمر صحفي أن زيادة القروض في المشاريع الوردة على القائمة البيضاء ستبلغ 4 تليليونات يوان بما يعادل 562 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي وضف هونغ أنه سيتم أيضا ترميم مليون مسكن متداعن نهاية أخبار اقتصاد من جديد أعود إلى دينا وحكمة شكرا لك محمد تشهد فعليات الليلة السابعة من الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية التي تنظمه دار الأوبرا أربع حفلات متنوعة لمسرح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية وضمنهورة حيث يشهد مسرح أن فورا بدار الأوبرا باقت من الطرب العربي الأصيل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي المزيد يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصرية المصري من دار الأوبرا باسم أبو العنين نعم نعم تحياتي إليكم من دار الأوبرا المصرية وليلة جديدة من ليالي الحب والفن والموسيقى في ليالي القاهرة السحرة حيث مهرجان الموسيقى العربية في دورتها الثانية وثلاثين ذلك المهرجان الذي يعتبر من قبل الموسيقيين والفنانين والمطربين جميعا هو يعني زهرت حفلاتهم طوال العام لما له من ثقل وقيمة فنية ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي بصفة كبيرة الليلة السابعة من ليالي المهرجان في نسختي الثانية وثلاثين والذي نستطيع أن نقول أن الفاصل الأول فيه بطعم ومذاق الموجي حيث نستمع ونستمتع بأغاني الزمن الأصيل مع ثلاثة من المطربين الذين يحيون أغاني الفنان الكبير محمد الموجي معنا في الفصل الأول حنان عصام المطربة حنان عصام والمطربة فرح الموجي من آل الموجي ولدينا أيضا الفنان المطرب حسام حسني والذي يجدون جميعا بجميل وعظيم الألحان والأغاني من هذا التراث المصري الأصيل ذلك بالنسبة للفاصل الأول من الحفلة الليلة ويأتي الفاصل الثاني والذي تحيي الفنان رهام عبد الحكيم بأغانيها المتميزة وكما أعلنت دار الأبرى المصرية بأن حفلة اليوم قد تم بيع التذاكر بالنسبة لها كاملة والمقاعد كاملة تم حجزها وهو ما يعني ويشير إلى دلالة قوية واهتمام المصريين والضيوف مصر أيضا بمتابعة ليالي هذا المهرجان السنوي الفريد وذائع الصيد في مصر وفي الوطن العربي أعود إليه والآن وقفة مع أخبار الرياضة وقفة ثانية وإلى محمد عبد الله مرة ثانية شكرا لدينا إلى أخبار الكرة والملاعب أخبار الرياضة نظمت وزارة الداخلية بالتنصيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة لخدمات البيطرية البطولة الدولية لقفز الموانع حيث التعقد البطولة على مدار ثلاثة أيام حتى التسع عشر من أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة مائة وخمسة وسبعين فارسا وفارسة من دول مصر وسوريا وليبيا وفرسا وألمانيا وستراليا وهولندا وجنوب إفريقيا هذا وتقام الفعاليات بواد الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة والذي يعد صرحا رياضيا يدعم رياضة المصرية في رياضة الفروسية وصل فريق الأهل للسيدات كرة القدم انتصاراته بمسابقة دول الكرة النسائية عقب فوزه على مضيفه مودن سبورت بعدف النظيف في المباراة التي جامعتهما على ملعب ساد المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات في فتح مباريات الجولة الثالثة بالمسابقة سجل هدف الأهل المحترف النيجرية تيشريتي روبين في الدقيقة الأولى من عمر المباراة لتسجل أسرع هدف في المسابقة وتنتهي المباراة بفوز الأحمر على مضيفه مودن سبورت بهدف دون رد وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهل إلى تسع نقاط في صدارة جدول ترتيب المسابقة معقدا بينما تجمد رصيد مودن سبورت عند ست نقاط في المركز الرابع نهاية أخبار الرياضة من جديد عود إلى حكمة ودينا شكرا لك يا محمد عبدالله أما الآن وقفاتنا الثالثة والأخيرة في هذه النشرة مع أخبار التقس مع محمد عبدالله شكرا لدينا شكرا لحكمة إلى أحوال التقس وآخر درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله يتوقع خبراءات الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة تقس مال الحرارة نهارا على السواحل الشمالية حار على القهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما سود ليلا تقسم معتدل في أول الليل ما للبرودة في آخره على كافة أن الحاء وفيما يلي بانوا بدرجات الحرارة متوقعة غدا الجمعة على معظم محافظاتي ومدر الجمهورية العظمى والصغرى والبداية من القاهرة 29-22 اسكندرية 28-20 مطروح 26-18 بورسعيد 28-24 والإسماعيلية 30-20 إلى السويس 29-21 العريش 28-18 طابة 28-22 شرم الشيخ 31-24 والغرطقة 32-23 الأقصر 32-21 أسوان 33-22 الوادي الجديد 32-19 حلاية 33-23 وشلاتين 33-25 والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية شكرا teng cliche amazing شكراً يوسيقى شكراً لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الداعي لوقف التصعيد وعدم توسيع دائرة الصراع بالمنطقة الاحتلال يرتكب مجزرة في مقيم جبالي المحصر باستهداف مدرسة تقوين زحين وعدد ضحايا العدوان يتجاوز 140 الف شهيد ومصاب الاحتلال يشن غارات على عدد من بلدات الجنوب اللبنانية وحزب الله يستهدف تجمعات للقوات وقواعد عسكرية في شمال اسرائيل اذا بالتذكرة انتهت مرة التاسعة الى اللقاء في امان الله